موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات في كل مكان نقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية لهذا اليوم وإلى أهم العنوين قداسة البابة وضروث الثاني يهنئ فرانسيس الأول لانتخابه بابة للفاتيكان موسيقى الكنيسة الأرثوذكفية تبدأ اليوم مراسم أحياء الذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات البابة شنود الثالث موسيقى الرئيس محمد مرسي يزور معسكر الأمن المركزي بالدراسة ويؤكد أن الشرطة والجيش جناحا حماية الوطن موسيقى موسيقى والآن إلى حضراتكم التفاصيل ونبدأها بمجموعة من أخبارنا الكنسية الهامة موسيقى بعث قداسة البابة ودروث الثاني بابة الإسكندرية باترياركو الكرازة المرقوسية رسالة تهنئة إلى البابة فرانسيس الأول بابة الفاتيكان وأكد البابة ودروث في الرسالة فرحة الكنيسة الأرثوذكفية بخبر انتخاب البابة فرانسيس متمنيا له رعاية صالحة في خدمة الكنيسة ودوام الصحة وأعرب قدسته عن تطلعه إلى العمل مع كنيسة الفاتيكان من أجل مجد المسيح في كنيسته المقدسة تبدأ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اليوم ولمدة ثلاثة أيام أحياء الذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات البابة شنود الثالث والذي رحل في السابع عشر من مارس العام الماضي وتقيم إسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقوسية بالعباسية احتفالية مساء اليوم تعرض فيها مواد فيلمية عن حياة وعظات وأعمال البابة الراحل فيما يفتتح قداسة البابة ودروث الثاني غدا مدحثا خاصا من البابة شنود الثالث في المركز الثقافي القبطي يحوي بعضا من مقتنيته كما يفتتح معرضا لصوره وكتبه كما ستقيم الكاتدرائية احتفالا مساء الأحد يسلم خلاله البابة ودروث الثاني جائزة باسم البابة شنود للحكمة والشفقة إلى أحد العلماء الأمريكيين ويشهد دير أنباب الشوي بواد النطرون حيث يرقد جسد البابة شنود يوم الثلاثاء المقبل قداسا خاصا يرأسه البابة ودروث بحضور عدد كبير من الأساقفة قام الرئيس محمد مرسي صباح اليوم بزيارة لمقر قيادة قوات الأمن المركزي بالدراسة حيث ألقى كلمة وجه خلالها التحية لقوات الأمن والشرطة وقال الرئيس مرسي إن الشرطة والجيش جناحا حماية الوطن داخله وخارجه مؤكدا أن مصر تمر بظروف دقيقة تتطلب تعاون الشرطة والجيش لعبور هذه المرحلة كما طالب الرئيس قوات الجيش والشرطة بأن يحذروا من الشائعات قائلا إن العدو الخارجي يسعى إلى تفريقنا جميعا هذا يوم مبارك هذا يوم طيب هذا يوم الجمعة وأنا معكم الآن أشعر بأن مصر كلها تنظر إلينا تنظر إليكم يا أبناء مصر هذا الشعب العظيم بكل مكوناته المدنيين والعسكريين والعسكريين هم القوات المسلحة وأبناء وزارة الداخلية بكل مكونات الشرطة والعاملين فيها هذا هو الشعب المصري بكل مكوناته نحن جميعا أبناء هذا الوطن لكم كل التحية وكل الحب وكل التقدير وكل الإعزاز لما تقومون به من واجبات وأود أن أذكركم جميعا وأذكر كل أبناء مصر بمكوناتها برجالها ونسائها المسلمين والمسيحيين الشعب المصري عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله من ناحية أخرى أكد الرئيس مرسي التزامه بكل حقوق شهداء وأهالي بورسعيد في الأحداث الأخيرة التي بدأت منذ السادس والعشرين من يناير الماضي وقال الرئيس في رسالة تلفزيونية إلى أهالي بورسعيد مساء أمس إنه ملتزم تجاه محافظة بورسعيد وأهاليها بعودة المنطقة الحرة وأوضح مرسي أن التحقيقات جارية لمعرفة من المسؤول عن تلك الأحداث والذي يحاول من خلالها التفريق بين المصريين توافد المتظاهرون أمام النصب التذكري بمدينة نصر المشاركة فيما أطلق عليه جمعة الفرصة الأخيرة والتي دعت إليها بعض القوى والنشطاء السياسيون ويطالب المتظاهرون جموع الشعب المصري لمناصرة وتأييد القوات المسلحة وتفويدها لإدارة شؤون الحكم في البلاد وقام المتظاهرون بإغلاق طريق المنصة اتجاه مدينة نصر أمام حركة مرور السيارات في الوقت الذي شهد ميدان التحرير حالة من الهدوء وحضورا محدودا للمتظاهرين تجري نقابة الصحفيين اليوم انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وذلك بعد فشل اكتمال نصاب الجمعية العمومية الأولى لإجراء الانتخابات مما أدى إلى تأجيل عقادها مدة أسبوعين ويتنافس على منصب النقيب كل من محمد إبراهيم الإسكندراني عن جريدة الجمهورية وضياء رشوان عن جريدة الأهرام وعبد المحسن سلام مدير تحرير جريدة الأهرام ومحمد المغربي عن جريدة الشعب ونور راشد عن جريدة الجمهورية ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غدا التصديق على محضر الجمعية العمومية مارس 2012 والتصديق على تقرير مجلس النقابة والتصديق على الحساب الختمي للسنة المنتهية وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام الجاري قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن هناك الكثير من دواعي القلق في مصر الآن على المستويين السياسي والاقتصادي ونوهت نولاند إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار إلى ذلك بوضوح خلال زيارته إلى مصر مؤخرا وعلى الجانب الانتخابي قالت نولاند إن هناك قدرا كبيرا من القلق حول كيفية مضي الانتخابات قدما وأكدت ضرورة أن تتواصل الحكومة المصرية مع شريحة واسعة من المواطنين من جميع الأطراف بشأن الجانبين السياسي والاقتصادي على حد سواء وإلى أخبارنا الاقتصادية فقد قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الكونغرس الأمريكي وافق على المساعدات لمصر البالغ قيمتها 190 مليون دولار وعن رفض مصر لعرض صندوق النقد الدولي بشأن تقديم قرد طوارئ على المدى القصير أوضحت نولاند أن الصندوق لديه عدد من الأدوات المختلفة التي يمكن أن يقدمها مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستسترشد بصندوق النقد في هذا الصدد وإلى البورصة المصرية حيث سجلت مؤشراتها تراجعا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وفقد رأس مالها السوقي نحو 6 مليارات جنيه وسجل المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 تراجعا بنسبة 2.9% وتراجع مؤشر EGX20 بنسبة 1.8% من المئة كما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة فاصل 16% من المئة أما مؤشر EGX100 فقد سجل تراجعا بنسبة 1.7% من المئة وننتقل إلى الشأن السوري حيث دعا نشطاء معارضون إلى التظاهر اليوم تحت شعار عامان من الكفاح في اليوم الذي تدخل فيه الاحتجاجات عامها الثالث ويشهد إجراءات أمنية مكثفة بدمشق وفي غضون ذلك لقيت تسعة لاجئين سوريون بينهم نساء وأطفال مصرعهم وأصيب آخرون في حادث استضام حافلة كانت تقل لهم على طريق رئيسي شرقي العاصمة اللبنانية بيروت من ناحية أخرى أعرب مجلس الأمن الدولي عن عميق قلقه إذا أتبادل إطلاق النار على الحدود بين لبنان وسوريا في وقت تشهد المناطق الحدودية اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه لن يقدم خطة للسلام خلال زيارته إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل لكنه سيأتي بدلا من ذلك للاستماع إلى استراتيجية الجانبين وقال أوباما في مقابلة بثتها القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في اعتراف كل طرف بشرعية الآخر وأضاف أن الفلسطينيين بحاجة إلى أن يشعروا أن لديهم أرضهم الخاصة في حين يحتاج الإسرائيليون إلى أن يعرفوا أن هذا لن يكون على حساب أمنهم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية تصدت لمحاولة مقاتلة إيرانية اعتراض طائرة أمريكية دون طيار فوق المياه الدولية في الخليج وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل أن الطائرة الإيرانية عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرا شفاهيا من طائرتين أمريكيتين مذكرا بأنه سبق في نوفمبر الماضي وأن أطلقت طائرة حربية إيرانية نار على طائرة أمريكية دون طيار وكشف ليتل أن الطائرة رافقتها طائرتين عسكريتين أمريكيتين لم يحددهما يدخل فريق الكرة بالزمالك في السادسة مساء اليوم تحديا جديدا في دور أبطال أفريقيا عندما يستضيف فريق فيتا كلاب الكنغولي في ذهاب دور الاثنين والثلاثين للبطولة على استاد برج العرب بالإسكندرية وتقام المباراة في حضور ثلاثة ألاف متفرج حيث يحاول الزمالك مواصلة مسيرة الانتصارات التي حققها في الفترة الماضية من خلال الفوز في ست مباريات متتالية بالدور المحلي كما يبحث الزمالك في مباراة اليوم عن فوز مطمئن يبعد الفريق عن الضغوط قبل لقاء الإياب المقرر له مطلع إبريل المقبل في الكنغو والآن إلى النشر الجوية والتي نستعرض من خلالها أحوال التقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة ليسود تقس معتدل على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على أقصى جنوب الصعيد نهارا مائل إلى البرودة أول الليل بارد آخره يصاحب ذلك نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية والطراب الملاحة البحرية وتظهر الصحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد متكاثرة غربا وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر حيث الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك وإلى حضراتكم بياناً بدرجات الحرارة الصغر المتوقعة الليلة والعظمى غداً على مختلف أنحاء الجمهورية في القاهرة الفغرة 13 العظمى 23 واد النطرون 11 22 الإسكندرية 14 20 مطروح 12 18 طنطة 12 22 المنصورة 13 24 دميات 14 19 بورسعيد 14 22 الإسماعيلية 21 36 السويس 13 24 سانت كاترين 10 22 شرم الشيخ 19 31 الغردقة 18 29 المينيا 13 25 أسيوت 11 25 سوهاج 20 29 قناع 20 38 الأقصر 19 34 وأخيراً في أسوان 18 36 وبذلك نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية لهذا اليوم نشكركم وإلى اللقاء